اهلا بكم مشاهدين الكرام الى حوار اقتصادي جديد عبر الميادين لم يصب انفجار مرفأ بيروت الحجر والبشر فقط بل ان اثاره وصلت الى الحكومة اللبنانية ايضا استقالة الحكومة كانت متوقعة لدى بعض الافريقاء السياسيين لكونها جاءت في زمن معين وهذا الزمن تغير اليوم فماذا يحمل الغد من تباشير لحكومة جديدة حكومة ترث كما سابقتها تركة ثقيلة زاد من اوزانها الانفجار الثالث من حيث القوة في العالم في الخسائر الارقام تتنوع والنسب تختلف لكن الثابتة ان ما نتج من الانفجار المهول دمار كبير واضرار واسعة في الشقق والمحال والسيارات والشوارع والبنى التحتية هذا الدمار لا تكفيه مبادرة من هنا وهناك فما اصاب المناطق المحيطة يفوق الوصفة ويفوق قدرات لبنان لذا جاء المؤتمر الدولي لدعم لبنان بدعوة من فرنسا في توقيته المناسب مشروطا باصلحات وسعة لا تحتمل تأخيرا من هنا على الحكومة الجديدة اجراء اصلاحات ضرورية لانهاض اقتصاد على شفير الانهيار زاد من صعوباته نقص العملة الصعبة والسنزاف احتياطيات مصر في لبنان من الدولار رئيس تجمع استعادة الدولة الدكتور حسن خليل ينضم الينا من العاصمة الفرنسية باريس ضيفنا لهذا الاسبوع اهلا بك عبر الميادين دكتور خليل مساء الخير هل تعتقد ان انفجار مرفأ بيروت وتبعاته وحجم الضمار والاثار التي خلفها هي السبب الوحيد الذي دفع حكومة حسان دياب الى الاستقالة لا ابدا حكومة حسان دياب كان شبه من تهية نتيجة الضغط اللي عم تتعرض له ونتيجة ايضا العقم اللي كان موجود في اتخاذ القرارات المنسبة فريق سياسي لبناني متحكم بمفاصل الدولة والمجتمع منذ 30 سنة هو الذي اتى بها وهو الذي قرر التخلص منها كان ناطر غلطة معينة فاجأ الانفجار ليسرع الاستقالة لو لم تتم الاستقالة لكانت ترحت الثقة بها يوم الخميس وصحبت الثقة منها وبلغ الرجل رئيس الحكومة بهذا الامر دكتور خليل ألا تعتقد أن زمن أو مرحلة حكومة حسان دياب قد انتهى وأن الزمن بات يتطلب حكومة جديدة في مكان آخر مع ما يتطلبه ذلك من تغيير حكومي أساسه حكومة سياسية توفقية كما ينادي بها البعض هنا في لبنان هذه كارثة الكوارث يعني إذا رجع مفهوم حكومة سياسية بأحزاب هي تسمى حكومة وحدة وطنية أو حكومة أقطاب أو حكومة إنقاذ من السياسين والأحزاب هذه تكون إعلان ورقة النعوة الأخيرة ولا يمكن النهوض بلبنان وأنا أجزم بكل ثقة بأن لبنان لا يمكن ولو اجتمع المجتمع الدولي عليه إنقاذه لأنه إذا المجتمع الدولي بده يجي يعوم لبنان من خلال الحكومة بهذا الشكل ما هني جربوا هكذا حكومات جربوا ببريس واحد واثنين وثلاثة وجربوا بسادر هلأ وجربوا بكل المساعدات والهيبات 11 مليار وغيرها واختفت الفلوس كما اختفت كل ودايع الناس واختفت كل أموال الخزينة هلأ بده يرجع من أول وجديد هذه الزمرة الطغمة التي كانت يعني ماسكة برقاب العباد والبلاد أنه ترجع تمسك من أول وجديد يعني أنا بقول لك هلأ بالوضع الحالي بدون تأليف هكذا حكومة هناك الآلاف من اللبنانيين من له القدرة على مغادرة لبنان للأسف لن يدخر جهدا للمغادرة وقد تسلمت عشرات الرسائل بآخر كم يوم أنه نحن يقسنا وخلص أنا عب حضر فيزا بدي سيفر بدكت ترجع تجيبوا هيك حكومي هذا يعتبر يعني القضاء الهيئيا على الكيانية وذكر أيضا السيد حسن نصر الله في خطابه لأول مرة بقول أنه أي عملية إن قضيم الآن فساعدا ستضع الكيان على المحل فذكر الرئيس ماكرون وقال الرئيس ماكرون على أنه نحن نريد حكومة مش أهل وطنية على نمط التي ألفت سابقا ونريد ميثاق سياسي جديد يعني لن تكون هناك مساعدات للبنان بدون أن يعرف الغرب كيفية صرفها وكيفية التصرف بها ومن المسؤول وهناك أيضا تضارب يعني خليه نكون إليك ياها بعبارات أوضح هذا النظام الذي نشأ ما بعد اتفاق الطائف سقط إلى غير رجعة وكل من يحلم بعودة هذا النظام هو يحلم وإذا كنت مقطئ في هذا الرأي ونجح من يقف وراء تأليف هكذا الحكومة بالأحزاب المحاصصة التي قضت يعني اليوم نحن حزنين على 200 أتيل وحوالي 5000 جريح الناس بتنسى من ذكرتها الضعيفة كما نسيت 200 ألف أتيل و500 ألف جريح على أن هذا النظام لا يمكن أن يعود لأنه إذا عاد معنيتها فليدفن الشعب اللبناني كله رأسه في الرماد أنه فعلا تنطبق عليه كما تكون يولى عليكم أنا كفرد من المجتمع ورئيس تجمع الدولة تجمع استعادة الدولة أقول بإسم وبإسم التجمع لا يمكن أن نقبل بعودة نظام المحاصصة الذي كان والذي كان مسيطر عليه من مجموعة الأحزاب التي اشتركت في نهب الخزينة والودائع وإفلاس القطاعات الاقتصادية بدون استثناء ولكن دكتور خليل أنت تقول نعم أنت تقول أن نظام الطائف قد مات أن هذه الطبقة السياسية لا مش نظام الطائف أنا أقول نظام الأحزاب المحاصصة نعم هذه الطبقة السياسية التي أنتجها اتفاق الطائف بعد عام 1990 قد انتهت نحن أمام نظام سياسي جديد ولكن البرلمان يتشكل من قوة سياسية أساسية في هذا البلد أنت تريد أن تمحي كل هذه الطبقة من أين ستأنت بالشخصيات المناسبة لتشكيل حكومة وتحظى هذه الحكومة بتغطية قوة سياسية أساسية في البرلمان وفي البلد هل نريد أو هل يريد لبنان أن يعيد تجربة حسان دياب التي كانت حكومته بلا غطاء شعبي وبيلا غطاء سياسي فسهل إسقاطها أستاذ عبدالله سؤالك وجيه جدا تجربة حسان دياب من تجربة فيشلي نتيجة على أنه قتوا بمجموعة ما يسمى تكنوكرات يعني دائما من عيدها أنه السياسي مؤهل أنه يكون السياسي وبيفهم مالية واقتصاد وزراعة وصناعة واقتصاد وتربية وصحة ونفط مشيك إنما التكنوكرات ممنوع يفهم سياسي لا ما أتي به هو نظام محاصصة متخفي والرئيس حسان دياب مع احترامي له نعم ونصحته عدة مرات أولا أن لا يؤلف هكذا حكومة ولكن أغرطه الكرسي وأيضا توهم على أنه هو يعني شيء طاقة عالمية وسيقوم بالمعجزة ويسيواجه لكن تبين على أنه هو مجرد دمية في يد نظام المحاصصة وعندما حذرته أيضا أنهم سيطحون بك عند أول مفترق تبين أن هذا التحزير صحيح هلأ عم بلبسوه كل مسؤولية الفشل وبعد شوي بديوا لبسوه مسؤولية التخصير في عملية التفجير مع العلم أنه هذا التفجير نتج عن دولة فاشلة من 2014 حتى اليوم إلى أنه ننتظر نتيجة التحق هذا لا يعني أن الشعب اللبناني يجب أن يكون بين خيارين إما خيار رئيس حكومة قد يكون يعني آدمي مثل ما بقوله ولكن عاجز وموهوم وبين حكومة أشراس وناهبي مقدرات الشعب مش هذا الخيارات المطروحة إلنا المشكلة على أنه نحن كشعب لبناني لا نستطيع مواجهة هذه الطبقة لأنه لديها ميليشيات ومسلحين وزعران وشفنا كيف ينزلوا بيكسروا الخيام بسحة الشهداء وشفنا كيف يتعرضوا للمتظاهرين ولكن أيضا يجب أن نعترف بأن المجتمع اللبناني أيضا برهن فشله بأنه دايما بيبحث عن وضع اللوم على طرف آخر نتيجة فشله بالماضي وضعناها على الفلسطيني ثم وضعناها على الوزيد السوري ثم وضعناها اليوم على ملف المقاومة ثم 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 نحن كمجتمع مدني أيضا لدينا مسئولية ونقول من لم يكن على خطيئة فليرمي بحجر المجتمع المدني غير قادر حتى اليوم أن يؤلف كيادة مشتركة نعرف نها هذه العيوب لذلك لابد من تدخل والتدخل الدولي اللي بدأوا ماكرون واليوم صار لكل الدول من تركيا سعودي إمارات فرنسا أمريكا روسيا سوريا إيران وقطر كلهم هلا ومصر كلهم عبيعت ترائي بشكل الحكومة القادمة لأنه في تضارب مصالح نحن نقول الحل استاذ عبدالله هو في حكومة إنقاذ طوارئ استثنائية انتقالية من من ستتشكل؟ من سيغطي هذه الحكومة ومن يشكلها؟ يا دكتور خليل من سيشكل هذه الحكومة؟ من سيختار الأسماء؟ كيف ستمثل أمام المجلس النيابي وتحظى على الثقة من قوة سياسية غير مشاركة بها؟ مش مظبوط هالحكي أنه ما بيقدروا يوفقوا عليها لأنه لألك ليه؟ إذا بد يكون هالحكومة بدأت تشكل نتيجة طاقت الشعبي لن تتشكل لأنه هذه المجموعة الحاكمة بالأحزاب هاي اللي عم نسميها دايما عندنا نظرية هن يا بيأكلوا الزرع يا بيحرقوا يا بيحكموا البلد يا بيحرقوا نحن عارفين هيك لذلك أهمية موقع لبناني الجيوسياسي الذي جعل العالم ينطفد بزيارة ماكرو مع تخويل من المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة حتى لو اختلف الموقع في الأوروبي والأمريكي في من يريدون في الحكومة بدون هذا التدخل لا يمكن أن يتم تأليف حكومة وهذه المجموعة السياسية هم السود على شعبهم ولكن هم خواريف ويجلسون كتلميذ الابتدائي أمام الأجنبي وكذلك فعلوا مع ماكرو لذلك نحن سعيدون بالتدخل الفرنسي ولكن هذا لا يعني أننا نطلب التدخل كما حصل في بلدان أخرى ونستنجد خاصة في العراق عند إسقاط صدام حسين نحن نعرف شو هي حساسية الواقع الجيوسياسي اللبناني ونعرف أن هناك هاجز بالتآمر على محور المقاومة ونعرف على أن هناك هواجز أيضا للمجموعة الغربية وروسية وسورية أيضا بأن يكون لبنان موقع تضارب مصالح إقليمي تولي نحن نقول كشعب لبناني ببساطة نريد من هذا التدخل أولا أن يصار إلى استعمال المساعدات وجعل رحالة طارئة التي هي لبنان لمنعه من الانزلاق في أخطر المراحل وما يقدر يؤثر على الأمن الإقليمي أن يجتمع المجتمع الدولي من المحورين الشرقي والغربي ويقول بصوت واحد خلينا نحط هاي الملفات تضارب المصالح بدءا من قطر والتركيا ذهابا إلى أمريكا والخليج العربي أنه نحن عنا تضارب وهذا حصل في العراق قاتوا بمصطفى الكاظمي وقاتوا بمجموعة فيها أمنيين وقاتوا أيضا بمجموعة تكنوكرات نائب رئيس الحكومة أيضا دكتور علي عبود علاوي هو وزير المالية من أجل إدارة الأزمة يعني نحن نعرف أنه ما حيكون في حل اليوم أنه والله كل المشاكل في لبنان بتخلص وبكرة منصير نحن بلد ازدهار من أول وجديد منعود لمرحلة الستين نحن نعرف فيه ولكن نحن عم نطرح ونطلب من المجتمع الدولي أن يعي أيضا أنه ضمن كل المصالح الدولية والعربية والإقليمية أنه ممكن للشعب اللبناني أن يخرج منه كفئات جسلم الحكومي خليها تكون برئاسة قادة برئاسة ضابط طيب دكتور خلي بس خليني أكمل مهية الحل لأنه هذه أساس الحل برئاسة قادة أو ضابط خليه يكون قريب من المحاور السياسية ما لدينا مشكلة ولكن الأهم هذه الحكومة يجب أن لكون لها عضوية مستقلين فعليا ولا واحد من الأحزان يسميهون وأن يكون لها غطاء دولي تأخذ بعين الاعتبار هواجز المحور السوري المقاوم الإيراني الروسي اللي هم جره وتأخذ بعين الاعتبار أيضا المصالح الغربية ضمن الحد الأدنى من الحفاظ على كرامة المواطن اللبناني أنه ما فيه ضلوا بالكهرباء ومجاريره بتصب بالبحر ووديعه راحة مش معروف بسيط الدكتور حسن خليل رئيس تجمع السعادة الدولة فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحوار أرجو أن تبقوا معنا مشاهدين أهلا بكم من جديد مشاهدين معي من العاصمة الفرنسية باريس دكتور حسن خليل وهو رئيس تجمع استعادة الدولة دكتور خليل أنت في باريس هل صحيح ما نسب للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أمام البرلمان الفرنسي أنه سيعمل على تجمية حسابات بعض السياسيين اللبنانيين المتهمين بالفساد هل دقيق هذا الكلام؟ هلا ما أحنا بيعرف إلا اللي هو داخل أروقة الحكم في فرسا ولكن المعلومات اللي وصلتني على أنه الرئيس ماكرون أكتر من الجهة الأمريكية مقتنع بعكم الطبقة السياسية وأنه ما فيه شيء معملنا لهذا الطبقة السياسية وفشلونا دايما من باريس واحد واثنين وثلاثة كان رئيس الجمهورية الفرنسية بأمر الحريرية السياسية بفترة ما فيه شيء ملبّلون ولكن فشلونا أيضا نحن وقفنا مع بعض الأطراف السياسية أيام أزمة احتجاز الرئيس سعد الحريري الإبن يعني بالسعودية ما لقنا على أنه ممكن يتغير فلقنا أنه دخل بنظام محاصصة حاولنا نعمل مؤتمر باريس سادر بعد واحد اتنين كلاتي عللهم يقوموا بإصلاحات ما بدون يقوموا بإصلاحات المهم كل واحد شو بدي يغرف إلو وهن كلهم صعيبة بينه ثماني وأربعة عشر سابقا وهلأ هن متضاربين ولكن إذا بتلاحظ هن مجموعة من السياسيين والأحزاب بحجة أحزاب إما بيسار ويمين أو ثماني أربعة عشر أو مسلمين مسيحيين ولكن هن مجموعة تتلاقى مصالحهم وعندهم عندهم نوع من نظام بيحكمون لما يضعف طرف ما بيجتمعوا بأوه ولما يقوى طرف ما أكثر من حد معين بيجتمعوا بيضعفوا يجب أن يبقى هذا طيب دكتور خليل هل تعتقد أن حجم الدمار الهائل بالنسبة للرئيس ماكرون المعلومات صحيحة على أنه إذا لم يتم التجاوب مع الرغبة الفرنسية بأن يكون هناك حكومة ما يسمى تلتقد البلاد ومنع من الانزلاق إلى هاوية بأن يتم تجميد على الأقل لحديث هلأ وردتنا خمس شخصيات رئيسية نعم طيب هل تعتقد أن حجم الدمار الهائل وتبعات الانفجار الكبيرة وحدها حكومة جديدة مهما كان شكلها أو برنامجها بإمكانها التصدي لهما حبيب الانفجار الكبير هذا اللي حصل كيرسي طبعا هو يعتبر التالت انفجار بعد هيروشيما ونقاساكي واضح ولكن هذا الانفجار عبارة عن 200 ضحية أطفال ورجال ونساء خراب بيوت آلاف المنازل وتشريد مئات الألوف من الناس نحن امرأنا أيضا بيقم لأكبر من هيك أخذت 15 سنة ما أخذت سواني لانفجارة روحت لنا مش 200 أتيل روحتنا 200 ألف أتيل روحت لنا 500 ألف جريح ومفقود مش 5000 جريح ومئات الأولوف من المنازل طيب شو اللي صاد أصبحوا رقم في الزاكرة هدول الضحايا الأبريا اللي سقطوا اليوم بعد أسبوع أيضا اللبنانيين بيعتبروهم رقم في الزاكرة ألا يتم أنت بنظرك أيضا اختيال عشرة مليون لبناني فقدوا مقدرات الحياة الكريمة بعد ما انتم سرقت بأكبر عملية نهب في تاريخ البشرية والأمم المتحدي أن يتم نهب سرقة مقدرات عشرة مليون لبناني مقيم ومغترب أليس هذا أيضا بإمتجار كبير بس الشعب اللبناني بيدور على شو السبب أن يكره بعض البعض بدل محلة عليها الكيرسي هاي أنه يشتبع يحط إيده بيبحثوا على شو السبب اللي بكرهنا ببعض البعض حكومة المقبلة اللي عم تسألني عنها حكومة المقبلة اللي عم تسألني عنها هل قادرة بعد الانتجار هذه الحكومة لو بتجيب أكفأ الكفاءات لو بتجيب أهم الشخصيات اللبنانية المقيمة إما في الخارج أو في الداخل بتقولهم استلموا البلد اليوم لن يكونوا قادرون على أن يمسكوا بزمام الأمور من غير أن يكون هناك رأسمال جديد للبنان أي أن يكون هناك دعم دولي جديد هذا الدعم الدولي كي يأتي يجب أن يأخذ ثمن ما حدا بيساعدك بلايش هيقدم لها 25 مليار دولار ما هو هذا السمن هل هو هذا السمن سياسي السمن هو أنه فيه أولا لبنان عنده حدود برية وبحرية مع إسرائيل هذا واحد تاني شي ما هي إمكانيات واحتياطات الغاز في لبنان يجب أن تأخذ بعض الاعتبار تالت شي بالنسبة للمحور المقاومة مع السوري الروسي الإيراني ما هي الضمانات أنه أي حكومة ستأتي لا يمكن أن يكون حكومة من أجل إكمال الحصار عليها بعد ما فشلوها بنظرهم في سوريا وحاولوا تفشيل أيضا من خلال تجويع الشعب اللبناني والحصار بما تم إعلانه من قانون قيصر ما رح يسمع حتى لو بأي ثمن لن تقبل هذا المحور لن يقبل بأي حكومة ما لم يحصل على الضمانات ففي مصالح مادية لما يسمى محور الغرب وفي مصالح أيضا وجود ونفوذ ووجود يعني في تهديد وجودي لما يعتبر هذا المحور ما رح يقبلوا أنه يكون هذا على حساب أنه جعنا فبالتالي بتلاقي كل منطقة تحصن حالة وفي عودة إلى حديث عن أنه كل فئة وكل بيئة بتحصن حالة هذا يعتبر زوال لبنان الكيان إذا لن يتم الانتباه وأظن رئيس رئيس ماكرون منتبه لهذا الموضوع وأظن الرئيس ماكرون رجل حكيم جدا فيما يفعله اليوم السؤال هل بتم التجاوب معه السؤال هل الأحزاب اللبنانية تعتبر لولا مرة أنه عملوا معروف عدوا عجنب لأنه أنتوا فعلتوا ما فعلتوا والغرب قرف منكم مش بس الشعب اللبناني هل بيعدوا عجنب هذا التحدي الكبير هون بيجي الضغط الشعبي من هون أنا بوجه لسيلي عب القناة الميادين المحترمي أنه للحراك المدني لمرة بس ما يكون في 500 و600 فصيل حطوا إيديكم بإيديهم بعض فليكن هناك ممثلين للشعب خارج النظام الطائفي مسيح ومسلم وشيع وسن ومارون وارتودوكسي ولكن يا دكتور خليل أنت تعرف أن أغلبية التظاهرات أو بعض التظاهرات التي حصلت خصوصا في العاصمة اللبنانية بيروت وخصوصا في الأيام الماضية ذهبت بعناوين مختلفة كليا عن مطالب الناس ومطالب الشعب ذهبت نحو عنوين سياسية انقسامية طائفية ومذهبية وهذا ما شاهدناه السؤال أو الأسألة سيدا لا يدل على أن الشارع نبض وهيك انتبه صحيح سيدا لا يدل هناك استغلال هناك استغلال نحن اليوم هناك استغلال وفي تغلغل وفي فئات عارف كيف تحرك يعني تصور أنت بيطلع فيديو وهنا خطورة الموضوع على أنه جهة يعني حتى لما كشف وزير الصحة حمد حسد اللي كل الأطراف اللبنين والأحزاب شهدت له بقيامه بعمل جبار بأزمة كورونا راح كشف على مستودع جيش فاسد طرع الاتهام عليه أنه مؤامرة بينه بين جبران بسيد من أجل ترخيص قيمة المعمل لحتى يشتريه شيعي من صاحب المعمل المسيحي دكتور خليل مما لا شك فيه نحن أمام أيام مفصلية وحكومة جديدة ما هي أولويات هذه الحكومة أولوية هذه الحكومة على أن تكون أولا برئاسة قاضي أو أمني وعضوية مستقلين وأنه الأحزاب اللبنانية بتوعد على جنب بتترك هذه الحكومة بتعطيها صلاحيات استثنائية يعني ابتزاز المجلس نيابي ممنوع مش أنه والله نحن يابد كنت لقولنا مصالحنا وإلا ما وقفكم أعملكم مجلس نيابي وإلا كنا المربع الأول ثم التفاوض مع المجتمع الدولي على إعطائنا كتلة نأدية كبيرة تبدأ بسندوق النأد ثم تندرج إلى مؤتمر ساد ودول مانحة من أجل إعادة رسملة الدولة اللبنانية والاقتصاد اللبناني والقطاع المصرف لأنه القطاع المصرفي قلناها معك يا استاذ عبدالله أنت الشاهد اللي بتشهد بحلق معك اللي بعتلي البرومو على أنه عندنا سنة إذا ما صار هيك وهيك راحوا الوديع بالليرة والدولار هذا اليوم راحوا الوديع بالليرة والدولار كي نعيد الأمل لاستعادة جزء من الوديع يجب إعادة رسملة القطاع المصرفي يجب إعادة رسملة الاقتصاد اللبناني وإعادة تأهيل الدولة اللبنانية لأنه هلأ ما عندها مدخيل هذا لا يتم من غير دعم خارجي هذا الدعم الخارجي سيطب ثمن يجب على الحكومة أن تتمتع بالحنكة السياسية بحيث أنه تضمن للمحورين المتقاتلين على الأرض اللبنانية أنه أنا مستعد أوقف ووازن بين هالمتطلبات إن كان لهالمحور أو لهالمحور من غير التآمر هون ومن غير أنه ما نلاقي مصالح الغرب هون على الأقل نضمن بالحد الأدنى للمواطن اللبناني أنه ما يصبح مقهور بعد ما كان منارة الشرق واستشفى الشرق وزيمعة الشرق أن يصبح مزلون يستجدي الحصة الغذائية أو الدواء رئيس تجمع استعادة الدولة الدكتور حسن خليل كنت معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام إلى هنا ينتهى هذا الحوار نشكر لكم حسنا المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر